محمد صبح ولا سمير غاني؟ سمير غاني أشرف على الباقي ولا حلمي عبدالباقي؟ حلمي عبدالباقي سيد رجب ولا خالد الصور؟ خالد الصور غدا عبدالرازق ولا رانا يوسف؟ غدا عبدالرازق أنا ولا الميليجي؟ عمر متولي لا الميليجي لسه كنت أقول لك نسورك على شجعتك وصداحتك لأنك قلت أمام متولي رجعت وقلت الميليجي خواف ومنافق وجبان ومتحقيق معمت أنت ماذا؟ انت شايف كده؟ ميليجي؟ خليهم فعلت؟ ميليجي؟ محمد هينيدي ولا محمد سعد؟ محمد هينيدي عمر الشريف ولا حسين فاني؟ عمر الشريف إسماعيل ياسين ولا علاء ولي الدين؟ وهنا أنا مش بقارن تاريخ وكمة أفلان بس أبوه لرباني كده بالنسبة لي أنا صراحة علاء ولي الدين بحبه جدا 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 لا إسعاد يونس ولا تنميم يونس؟ إسعاد يونس؟ وأنا بحب أموت وبحب تنميم صاحب تامل بس إسعاد يونس لا هو السؤال غلط أصحب تركيبته غلط لميس الحديدي ولا مونا الشازي؟ عمر أديب أحمد موسى ولا فيلم موسى؟ فيلم موسى موسى يا رب ما عمر أديب ولا برهيم عيسى؟ لمسى الحديدي حلوة قوي أنا سأضع سؤالين أخرى لكي تفعل أنت نميم أو أنت عايز من نميم مونير ولا مونيب؟ مونير أبو تريكا أو الخطيب؟ تريكا أبو تريكا أو شيكابالا؟ تريكا أبو تريكا الخطيب ولا حسن شحاتك؟ الخطيب الشناوي ولا الحضري؟ الشناوي متحة شربي ولا منا شربي؟ منا شربي وأنا كمان أحمد الصبكي ولا محمد الصبكي؟ الصبكي والله الأتنين أنا بحبه لازم تختار ونفترض أن نفس الأجر معروض عليك وتقريبا نفس مستوى الفني في العمل هتختار تشغل مع أحمد الصبكي ولا أحمد الصبكي؟ أحمد عشان افتجلت معك فيسبوك ولا انستجرام؟ بالنسبان أنا؟ تويتر عمري دياب ولا مايا دياب؟ عمري دياب طبعا شيرين ولا نانسي؟ شيرين الأهلي ولا الزمالك؟ المحسومة الأهلي IOS ولا أندرويد؟ لا IOS أسقص ولا حمدي؟ الاتنين طبعا أسقص طيب أنا ما سألتكش مين فيهم الأقرب لقلبك ولا كنت أقصد مين فيهم بيدحك أكتر أنا كنت أقصد من الأقبح الأوحش؟ الأقبح؟ دي مشكلة حمدي بخوفك هي أخناقة بينهم هي أخناقة بينهم وطلعوا في برنامج بالمناسبة وأنا بقى فعلا بجد أختم لك بالله أنا معرفش مين حد لقتي الأقبح بس أنت تحس مين بيخوف؟ أنا أوجدهم الاتنين في نفس المكان بيتعبني لو واحد فيهم بعرف أعيش بس الاتنين بحس في حاجة هيقوموا يأكلوا داني يبقى بناش نسأل السؤال ده بدل معي في حاجة هو اتنين تحقق ماشي توتة أو ربيع؟ ركز السؤال ده كنت أسأله للناس التانية أه تعرف أغلب الأسئلة كانت إيه؟ أغلب الأسئلة كانت إيه؟ أقولك توتة بجد والله والله العظيم يعني يبقى غالبا ليهم فلوس عند الربيع عمر قديم شوتو علي عمر دياب شوتو حلو عمر موسى مالوس صوت عمر الصفتي أمد مدهد تصدقني لو قلت لك أنا والله ما عرف مين عمر الصفتي أنا قلت الاسم كده وخبص مضافع الزمالك ربنا أحفظه أنت عارف أنا مرة أنا بصور مشهد والمفروض أن أأكل فيه ومفروض أن أأكل فيه ومفروض أن أأكل مشهد مشجعين وأستاذ قاعد على الصفراء ويضعوا الأكسسوار للأكل أنت عارف؟ وأنا أيضا في المشهد مشجعين أنا أصلا بحامل هام المشاهد التي تأكل فيها لا أعرف أن أأكل وأتكلم وأمسل شغلانا والأكل أصلا بيكون طعم ووحش أنا أحب الأكل أنا أحب الأكل ووحش وبدأوا يرصوا بقية الأكل حوالين الله والتركيبة بتاعة الأكل اللي عاملين عشان هم أفوض قاعدين في بيت حد بتاع الأكل حلوة أوه يا دوتا وأنا بقيت نفسي أبقى في المشهد ده بأكل السمك نازل حتة عارف المربع بتاع الجبنة قبل ما تقطعه الحلاوة عامل كده حتة سمك بيضة مربعة كده صوص فوقها نفسي لونها طبعا وتحط بس السكينة تلاقي السمك راح دايب منك عامل حاجة وشار ده كان في مصر ولا في لبنان لا في مصر لا في مصر على يا أستاذ راحوا داخلين بقى حطين بتاعها كده حتة ستاكوزة مفتوحة جاية محطوط على بتاعها زيت سخنة اه الزبدة بتغلي عليها الله وبتشر ونزلة والبتاع عليها اللي بتاع السخنة الصاج الاسو زيت طبعا اه 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 انا اريقي جيري انا اريقي انا بلعت اه اه ومحطوط جنبها بقى حتة تفاح بأناناس بمش عارف ايه اه 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 انا اسف ان كل القصة اللي انا حكيتها دي كتكذب انا بس كنت عايزة يوريك وانا بحكي لتوه بعد لقمة الحلوة ورأكشناتو وبيلوح مع ايه وكلمة ايه واجيبهم ايه وانت هتجول ماشي هتبقى تحبوه انا بعتزر اني قلفت القصة دي بس اريكو شفتو العاشق يعني هو حقيقي يعني شفتو الحلوة ووقفل فقرة الاكل لحمة ولا فراخ كنت قبل الجواز فراخ جدا وبقيت بعد الجواز اللحمة ايمن ولا اشور ايمن لما اخذ يعني في الكلمة ابوك ولا امك ايه انا عارف الايجاب ايه امي مش عشان حاجة بس انا بابا اتوفى انا صغار جدا فما شفتوش فما يعني ما ما تقابلناش يعني بس لكن امي هي عارف الازة يا جيد اسمعتها في المجدادة قسقس قال لك ايه حسام حسن قال لي انا ابويا يا ميت فا اختار امي اصلا فضيحة وحش قوي فضيحة شفت سيرة قصص عنا دي ما ربقول لك كيرفي السؤال ده من المونتاج اساسا بتاعك مصرح مصر الشوية كان قلتلي اكتر مصرحات بتحبها قللي اكتر مصرحية انت عملتها وما بتحبها وما بتحبها مصرحية كنت طالع فيه اللي هي بتاعت الجريدة دي كنتش حلو فيها خالص اللي هي كنت طالع صحفي تحت التمرج نحاها ما هي بتصادف مصرحات كتير اللي بقى فيها تبقى مش حلو اوي بس المصرحية انت بسها حلوة كان مقا دا اللي داك المصرحية حلوة انت طالع مش حاوي اه 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 انا لأ انا كنت تخرج من رواية ما اتصورها وما انا كنت تحاول تحرب من كاشر لأ اتحمل مسؤولاتي امام التاريخ تلاقي كان عليك قسط ولا حاجة عادية لا والله مكنش لسه قصدت بس ما خرجتش منك ان انا شلت فيها مثلا ليلة ولا ليلتين ما كان قسطس كان تعبان فكنت حلو في دور فخرجت فقالولي دا انت كنت اجمد من قسطس اه رح ترجع للدور اللي مكتب فحزني تاني يعني عارف انت فعذاب كنت بعزد نفسي في المصرحة دي اكتر ثلاثة صحابك في مصرح مصر والله مش ثلاثة ومش كلام اجمال لا ليش هنالطرج ليش ثلاثة لايسا يعني يمكن اكتر اتنين منهم اللي كنا مكتبنا مع بعض يعني اه قسوس وعلي قسوس وربيع اوكي تمام اه تالت وانور اكتر موقف محرج اتعرضت ليه في مصرح مصر في حياتي كنت انا سبب فيه مش تسببت في احراج تسببنا فيه ببناء على وسواسة من قسوس ايه بقى كانوا هم عامين مصرحية طالعين فيها صنوين اوكي طبعا او ياباني او انت كنت فيها لا بس كنت في العرض اللي جاب بها اللي بعدي او انا وقسوس المصرح ده كان فيه ديكور كده محطوط بترا معينة فكان فيه منافس كتير قوي تحس ان ايه عاملة زي بيت ايه جيري ايه عارف انت بيت جيري كده اللي موجود دايما ده الصغاية فقسوس كان ايه فايقول لي وصبر بس في الاخرى حاليا هتعمل معي وقلت له ماشي تقول له ايه قال لي انا بخرج من الفتحة عندي وشده ونطيل الهيالة عالمصرح 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 بس الحمد لله ان هو اللبس كان فيه كذا حاجة كذا كذا رواج اه كتير بس المنظر اساسا بيمو انا مش قادر انا بخش قبل ماشيد ورح شادت فنازم زي كبير و الجمهور بتموت بيموتوا طبعا نستنيين بقى الشارد ده من لا يتشدد ان هو ده من العرض اه بالضبط جهر رمضان عزمة محمد صلاح فخرة العرب تخلع ولا تقلع لا اخلع لو مضطر تجذب ولا تسرق اجذب تهدي ولا تعدي اهدي عدل الفار فار لا ده حكم جدا حكم بحبه بحبه جدا كوس قزح او بطانة راني يوسف تدعم ايه ادعم بطانة راني يوسف برعا مشكلة 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 بس هو السؤال الفضيع بس لا نحسب بقى كوس قزح على فئة لان هو اساسا حاجة حلوة ممكن كلنا نتفرج عنه دائما عندما يحصل مطرة في المكان اللي أنا ساكن فيه فبطلع الدائرة كده سبحان الله بيبقى شكلة كوس قزح كده خطيخ طيب انت هتدعم كوس قزح لا كده يا جماعة خلخنا كذا ولا كذا قبل ما ترفع علينا قواضي وتعالوا وشوف هنعمل ايه سؤال هي يا توتا وتخيل المواقف ده وده مواقف غريب وهديك اختيارات تختار في الاخر ايه اللي يحصل انت تخيل انت لسه متجوزتش شاب في العشيناتك واتعرفت على امر وعزمتها على حفلة في الأوبرا حفلة عمر خيرت الله وضرب السموكين الحلو وهي لابسة حلو ورايحين للحفلة في الأوبرا واخدها وعجز لها كمان في البالكون فوق في الأحلى ستطلع الوقت بالسلالم الكبيرة دي وفجأة يا أستاذ قبل ما تطلع السلالم وهذا هو الموقف انذار داخلي معلومة جات لك من مصدر انت واصخ فيه بيقولك انه هيحصل انفجار عندك حالا لانك انت تغديت كرومب النهاردة ورؤاء وحاجات وانت إنسان وستحدث اللحظة وستحدث وتطالع على السلم مع هذه الأمر اللي انت ما كنتش تحلم دخل الاختيارات واحد تطلع السلم عادي معها وتحاول تتمالك نفسك بس ده رسك كبير قوي لان مع كل سلمة في كرومبايا بطاقة في شعب ممكن يضيح كويس حل التاني هتقول لها استنيني ثانية هاروح الحمام وهرجع أو هجيب حاجة من العربية وهرجع بس برضو الحل ده مش ما نصحكش بيلي انك تفعش سيب انسة لوحدها في مكان وتروح ثم انك لو روحت مهارول اي حاجة هتفلت هتخرج كل الطاقة والغازات حل الرابع عادي جدا تسمح التالت ده اه اتحل التالت انك تبقى تلخائي جدا وتبقى صريح من اول لحظة في العلاقة ولو عايز حل انت من دماغك انت حر بس يلت تقول لي في مواقف ده هتعمل ايه لانه مواقف محرج يعني مواقف محرج جدا بس خلينا اقولك بالنسبالي افضل اوشن انا نسيت حاجة في العربية وهروالة بقى بقى هاروالة ده هتعمل رسك انت ممكن انت بتلف في تمشي ايه لا انا هحاول بقى امسك نفسي وانا بلف هتلف الطريقة اوه حد ده مبعد خطوات وابتعه وشاك وبعدين ده هيخلينا جيلها بسرعة ليه لان هكون اتخلصت باللي شغل دماغي ايا كان اي هو هكون اسهل اوه فهارجع اقول لا شفتي انا فاكر الموبايل في البتاعه يا تاريف جيبي وانا قلي بالدنيا يلا بقى منطلع الحق واتسلم بقى اروحتين برضو احسن 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 اشتركوا في القناة